حسم لو كان رجل سياسي على فكرة انا بقول لكم كان طب يا جماعي لا محتاج الحسم يبقى بحسم اخد قرار حاسم خلاص ما في السياسة هنا السياسة هنا لا تدخل لان دخلت السياسة كان زمان الاخوان سجنين الكل كل البلد كانوا قاتلوا كل البلد ولكن في هذه اللحظة يتحول الرجل من هذا الاتخاذ هذا القرار وغيرها من القرارات اللي بتحتاج حسم في توقيت معين ابعد هذا المكان لانه اهل السياسة ايه اهل السياسة ان انا اعمل توافق اقعد بعدها شوية زي حمدين كده حمدين عادي جدا مجلس شعب ايام الرئيس مبارك موجود مع السلطة موجود مع موجود بعديه موجود وحمدين يعلم اكتر يعلم الكثير عن هذا التاريخ وهذه الفترة يعلم الكثير مش هو بس هو وغيره يعلمه هل كانوا لهم علاقات ولا ملهمش كانوا قريبين ولا بعد حتى لو في السنوات الاولى والسنوات اللي في الوسط مثلا كانوا بعدي ولا كانوا قريبين بس دي ساؤلات مشروعة فمحدش ده السياسة السياسة ايه واجه مع الاخوان عادي جدا وترشح على قوام الاخوان دي السياسة ان انا العب على كل الاجنحة والعب زي ما يقولك كده ايه بالبيض والحجر ده السياسة ودور عمال صحتي ده السياسة لكن في بعض الناس معرش السياسة وقت تجد ما في السياسة وقت ملاء البلد تتعرض فاكرين لما انتو كانوا الاخوان بس يرملكوا اي حاجة فالناس تجري محتاج بقى حد ياخد قرار ده من السياسة ده انقاذ زي ما حصل اه اكلم على انه التفويض التفويض حضرتك انت مش واصي على الشعب وانت مش اوصي على الشعب على فكرة خالص الشعب هو السيد في البلد تكونش علاقة بالشعب الرئيس قال اذا تطلب انا ما طلبتش اذا تطلب لان هو عنده المعلومات عنده المخاطر بتعرض لها البلد او البلد داخل عليها او اللي هي موجودة النهاردة اذا تطلب والشعب حد هي قدر يمنع حدش اذا طلب هنشوف الشعب هينزل ومش هينزل هيد دولة مش هيد زي ما حصل على الفكرة في 26 سبعة احنا نزلنا مش انتو 26 سبعة المجموعات دي ما فهمش واحد وانا بقول له واحد منهم يقول انه نزل يوم 26 سبعة ايه ده تفويض ويقول لنا كان فين من اللي كانوا وقفين دول كلهم او اللي هما بيقولوا على نفسهم حرة اشتركوا في القناة